متوفر الآن لدى مكتبة ديوان المحامى كتاب الإكراه وأثره في المسئولية الجنائية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الجنائية موضوعات الكتاب يعتبر الإكراه من أهم وأخطر الظروف التي تضغط على إرادة الإنسان فتؤثر عليه بالخلل وربما تعدمها تماماً فتحرف هذه الإرادة عن مسارها الطبيعي إلى ما يخالفه وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف الجاد على مفهوم هذا الظرف وما هي المعالجة الشرعية والقانونية له ولا يخفى على أحد ما للشريعة الإسلامية من فضل سبق في الكثير من المعالجات ومنها تلك الخاصة بضرورة الأخذ بنظر الاعتبار إرادة الإنسان في كل تصرف يقدم عليه من حيث وجوب أن يأتي الإنسان هذه التصرفات وهو مريداً لها لا تعتري إرادته أي صورة من صور الجبر أو الضغط غير المشروع وعلى الرغم من أن مشرعي القوانين الوضعية يدركون أهمية هذه المسألة ويحيطونها بالكثير من الرعاية والعناية إلا أن المعالجات القانونية لها قد يعتريها بعض النقص والخلل في هذا الجانب وهو أمر يبدو طبيعياً إذا ما أدركنا أن سمة الإنسان التي فطره عليها الخالق هي النقص والخلل في كثير من المواضع إن خطورة ظرف الإكراه وأهميته كانت سبباً لاختياره موضوعاً لدراستنا وقد أتبعنا في معالجتنا لهذا الموضوع أسلوب المقارنة بين القوانين المختلفة من جانب وبين هذه القوانين والشريعة الإسلامية من جانب آخر وقد تطلب منا البحث في ظرف الإكراه التمهيد له بفصل خاص بدراسة المسؤولية الجنائية من حيث مفهومها ومحلها وأسباب انتفائها ومن ثم التعريف بالإكراه وبيان أركانه وشروطه وأنواعه ومن ثم أثره في مدى تحقق المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب تحت هذا الظرف ترجمة نانسي قنقر